السودان بلد يتميز بالتنوع الثقافي والعرقي في ظل وجود العديد من الجماعات الدينية وبحسب مختصين لا بد من خطاب متوازن يشكل منطقة مشتركة تلتقي حولها مصالح الناس على الأقل في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد يعيش السودان فترة راهنة تمثل فترة ما بعد ثورة تتصعد فيها الأنفاس كثيرا وتضطرب وتحتاج إلى مدة ليست بالقصيرة حتى تخمد وتعود إلى وضعها الطبيعي وبالرغم أن السودان بلد يتميز بالتنوع الثقافي والعرقي في ظل وجود العديد من الجماعات الدينية إلا أنه ربما تنحرف فيه الأمور في ظل تعزيز خطاب الكراهية على هذه المستويات المختلفة في السياسة والدين والقبيلة وبحسب مختصين لا بد من خطاب متوازن يشكل منطقة مشتركة تلتقي حولها مصالح الناس على الأقل في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد بلادنا لا تحتمل هذا الانقسام وأنا أظن على الأطراف جميعا أن تسعى إلى توازن يجعل الخطاب سواء خطاب العلمانيين الحداثيين أو خطاب الدعاة الإسلاميين أو العلماء يجعل منه خطابا مبينا موضحا داعيا دون أن يكون خطابا جارحا أو مهيجا تصادم بعض التيارات السياسية أو القبلية أو الدينية المختلفة مع تيارات الحداثة القربية المنتشرة هذه الأيام عالميا ولدت واقعا شديد الخصومة الفكرية استطاع أن يقزي خطابات الكراهية السياسية والقلو والتطرف وإثارة النعرات العرقية وحتى لا تنتقل مثل هذه الحالات إلى السودان لابد من إدارة زكية للتعدد والتنوع الذي يتمتع به السودان وأن يرى كل شخص نفسه في جميع مكونات الدولة لابد من عادة تكوين المجتمع تكوين بناء الدولة وحيكلة الدولة بعد ذلك يعني بقصد ببناء الدولة أنه إحنا لازم نعترف ببعضنا البعض وأنه إحنا مجتمع متنوع ثقافي متعددة القبائل وقبائل كثيرة يعني أكثر من خمسمائة قبيلة فدي بتحتاج لإدارة بتاع التنوع بصورة سلسة حتى أنه نقدر نستطيع أن نطلع من جو الكراهية وجو العنف القبلي ويصير التوجه نحو مصلحة المجتمع دافعا أساسيا من أن يتعزيز مصالح البلاد كواحد من البرامج والمطلوبات السياسية والاجتماعية تحت مظلة الجهود المشتركة المتماشية في ذات الوقت مع الدين بعيدا عن مثل هذه الخطابات المثيرة للكراهية على المستويات كافة أمضان عبدالقادر لقناة طيبة الخرطوم وحول ذات الموضوع استطلعت كاميرا قناة طيبة عددا من المواطنين يمكن أن ننبس لأنه في النهاية التطرف قائم على الحراك السياسي وأفتكر بأن القادة السياسيين في سودان دائما يطلقون الشعارات لتجنيد الأدباع وهذه الشعارات التي يتم استخدامها لتجنيد الأدباع فيها بعض الإشكالات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير جدا في تفتيت الحياة السياسية والتفتيت المجتمع السودان التطرف الديني والتطرف السياسي حاربوا بالشواهية بتاعتنا وبالكلام وبوقوفنا مع الناس الاصلا دائرين يمشوا الحياة لقدام والناس الاصلا هم هدفهم أنه ما مصالح ولا مكاسف في الحياة أنهم بس هدفهم أنه الدولة تتقدم لقدامهم ووضع السودان يكون وضع يعني كويس خالص ويشهد به كل الدول العربية والدول الفريقية والدول الأوروبية يعني جميع فيها أنحاء العالم كل يعني بالنسبة لتطرف السياسي يعني هي المسألة تطلب أن الناس تسمع بعض تسمع وجهات نظر بعض وتحاول أنه هيك تحاول أنه يشوف يعني الطرف الثاني ذا هو يعني بيدعو لي شنو الفكرة بتاعته شنو بعد ذاك على ضوء كده أنت بتغرر أنه هل أنك أنت ممكن تتوافق معه أو حتى لو اختلفتها الاختلاف ما يفسد للوض قضية يعني أي زول بس إت ما بتقدر تسيطر على الوضع كله في السودان أو تحكم على أبي ديانتك إتا يعني إتا زول مسلم خلاص ما تخلي بإتاك تطلع عريانة مثلا ما تخلى تمشي تلعب كورة ما في يعني زول طلع مثلا قال لك يا أخي إتا ما تمشي المسجد أو ما تمارس ديانتك الإسلامية يعني أي زول عندو حق عبر الرأي ويتعبت حسب يعني التعبدو وطريقة التعامل في الحياة كيف يعني أي زول عندو سلوبر فإتا ممكن تنكر الحاجة دي يعني ما بتناسبك أيوة في دينك ولا بتناسب عاداتك وتغاليدك ترجمة نانسي قنقر